موسيقى اهلا بكم عرضت السلطات السعودية ما قالت انها ادلة واضحة على تورط ايران وميليشياتها في الهجوم الكبير الذي تعرضت له شركة ارامكو النفطية حيث هاجم الطائرات المسيرة وصواريخ كروز يوم السبت الماضي منشأتين تابعتين لشركة ارامكو النفطية السعودية تبنت لاحقا ميليشيا الحوثي مسؤول امريكي كبير كشف ان ايران وراء اطلاق اكثر من 12 صارف كروز و20 طائرات مسيرة من اراضيها لاستهداف منشآت ارامكو في المملكة العربية السعودية اما شبكة CNN وصحيفة Wall Street Journal فقد قالتا ان طائرات مسيرة وصواريخ او صواريخ كروز اطلقت هذه المرة اما من العراقية او من ايران التي تقدم دعما كبيرا للميليشيات الطائفية التابعة لها هذا الهجوم كان محل ادانة وشجب دولي اذا اعتبر الاتحاد الاوروبي هذا الهجوم مقوضا لجهود خفض التوتر والحوار الجارية في المنطقة خطر الميليشيات الطائفية على امن ومصالح الدول المنطقة بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية كيف صارت الميليشيات الطائفية ذات التبعية الايرانية بهذه الجرأة في تقويض امن العرب ومهاجمة مصالحهم الحيوية كما جرى مؤخرا في السعودية وكيف ساهم تدمير العراق وتفكيك جيشه في هذه الاندفاع الطائفية لايران وميليشياتها في تهديد امن ومصالح الجوار العربي للعراق وهل ستعيد الدول العربية لا سيما الخليجية النظر في دعمها غير المحدود للنظام السياسي في العراق اذا ثبت تورط الميليشيات الطائفية في الهجوم الاخير على السعودية واين الوعود الامريكية المكررة في الدفاع عن مصالح حلفاء واشنطن من العرب بوجه التهديدات الايرانية المتصاعدة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني ياسين التميمي بعمق المصالح العربية ومرتكز اقتصاد دولها الكبرى وصلت الضربات الايرانية بعد ان احكمت سيطرتها على اربع عواصم عربية وطوقت الخليج العربية بمشروع عمل عليه عقودة وشهدته عدة ادارات امريكية تجاهر بالصراع المفترض هجمات استعدفت منشآت ارامكو النفطية التي تعد من اكبر منشآت النفط العالمية وادت الى خسائر فادحة فيها ما دق ناقوس الخطر عاليا لاستفحال الخطر الايراني الردود العملية على هذه الهجمات لم يكن بمستوى الردود الكلامية ايران مصدر الارهاب لها مخطط تخريبي الخطر الداهم هكذا كرر خصومها الردود المأهودة هذه المرة لم تكن ميليشيات الحوثي المسؤولة عن الهجمات اطراف ايرانية اخرى دخلت بشكل صريحا في حروب الوكلة ضد السعودية ودول الخليج عموما تصريحات وزارة الدفاع السعودية ان الهجمات على ارامكو جاءت من الشمال تتطابق مع ما كشفته شبكة سي ان ان الامريكية ان الهجمات انطلقت من قاعدة جوية ايرانية قرب الحدود مع العراق وشاركت ميليشيات الحجد باطلاق طائرات مسيرة للتغطية على الحادث وليس غرابة ان تتورط ميليشيات الحجد بهذه العملية فزعماؤها السياسيون والعسكريون باركوا هذه الهجمات وشمتوا بالخسائر الاقتصادية للسعودية جراءها دخولهم العناني في الحرب على السعودية يؤكد فشل السياسات العربية في محاولة احتواء الساسة في العراق وجرهم الى الحلف العربي ليس هذا فحسب بل صاروا مصدر خطر داهم يهدد الامن العربية ويفتحوا ابواب النار عليه فبعد ان كان العراق بوابة العرب الشرقية تحول الى نافذة للسموم الايرانية بالجسد العربي نافذة حلها الوحيد ان تغلق بوجه ايران وما عدا ذلك فهو العبث الذي لا يثمر الا عن هدر الوقت في محاولة الهروب من حقيقة الخضر القادم من الشرق اهلا بكم مشاهدين كرام مرة اخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في خطر ميليشيات الطائفية على امن ومصالح العرب خاصة بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا ايضا في الاستوديو الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق سينضم الينا لاحقا الصحفي والباحث السياسي اليمني السيد ياسين التميمي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا اياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور بعد هذا الهجوم الكبير الذي استهدف منشآت نفطية حيوية في السعودية شركة ارامكو السؤال كيف تصاعدت بلغت الجرأة بهذه الميليشيات الطائفية المدعومة من ايران ان تمضي بهذا الاتجاه ان تستهدف مصالح حيوية وواحدة من اهم مصادر الطاقة في العالم شركة ارامكو يعني هذه كانت الحقيقة كان هجوما استثنائيا غير عادي غير مسبوك باعتراف السعودين انفسهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سيد ماجد يعني الهجوم الاخير لم يكن الهجوم الاول نعم سبقته هجومات كثيرة التصريحات السعودية عن الموضوع تتحدث عن مئة هجوم نعم يعني قامت بها ايران او ميليشياتها يعني عملائها والتابعين لها او بشكل مباشر قال التصريح اليوم لوزير الشؤون الخارجية عادر الجبير قال اكثر من مئة هجوم يعني هذا خلال يعني اذا ما يعني استثنينا هذا الهجوم الاخير وتحدثنا عن كل الهجومات السابقة لم يحصل رد لكل هذه الهجومات طوال هذه طوال هذه الفترة يعني كانت تتعرض السعودية تعرض منشآتها مطاراتها منشآتها الحيوية منشآتها النفطية سفون في الخليج العربي تعرضت الى هجومات لكن لم يحصل لم نرى ردا لا من الولايات المتحدة التي تدعي انها حامية للمنطقة وحامية لدول دول الخليج العربي وهي ضد الاعتداءات وضد العدوانات وضد ضد تكسبها أمريكا من أجل الدفاع عن عن هذه الدول أو حتى عن مصالحهم فبالتالي وكان يقول بالنص ادفعوا لنحميكم وكانت الدفعات كبيرة يعني الحقيقة ومعلنة هذا ليس سرا يعني هو أمريكا تعلن عن هذا الموضوع فبالتالي خلال خلال كل هذه الفترة كانت دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص تعرض الى ابتزازين من نوعين يعني ابتزاز سياسي وابتزاز عسكري أنا أتحدث ابتزاز سياسي وابتزاز عسكري من 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 إيران وابتزاز آخر مالي من الولايات المتحدة أنه هي حامية هذه المنطقة هؤلاء حلفائها لكن هي لا تقدم خدمات للحماية بدون مقابل المقابل أنه هي تبعث فرقاطاتها تبعث طائراتها تبعث جنودها تبعث قواتها إمكانياتها مقابل مال يجب أن تدفع هكذا يتحدث ترامب هذا الكلام ليس من عندي هذا كلام رئيس الأمريكي نعم فبالتالي هذه الدول كانت تتعرض الى ابتزاز مالي وابتزاز عسكري بالضربات هذه التي التي تنفذها إيران وابتزاز سياسي بالضغوط السياسي التي تسلطها هناك منهجين يتصارعان في المنطقة منهج مثل ما تقول إيران منهج إيراني ومنهج ثورة واليوم عادل جبير يقول يقول هل يعني عليهم أن يقولوا لنا هم ثورة أم هم يعني دولة أم هم حكومة يعني منهج تمثله إيران ومنهج تمثله سعودية وهناك صراع بهذا الاتجاه في حومة هذا هذا الصراع كانت إيران ترصد أن كل ضربات التي تؤديها ضد السعودية أو ضد دول أخرى بالخليج لا يأتي هرد سوى كلام سوى تهديدات تهديدات أمريكية بالمعاقبة وبالتالي هذه التهديدات تصل إلى مرحلة معينة يطالب فيها الرئيس الأمريكي بجلس إلى المفاوضات يعني لا شيء محدد هناك عقوبات فرضت عقوبات اقتصادية على إيران لكن إيران قادر لحد الآن مثل ما هو واضح أن تجد مسالك للنفاذ سنتحدث عن نجاعة هذه العقوبات ربما لكن في كل الأحوال أنا أريد أن نصل إلى نتيجة إنها مقتنعة أن خطوات التي تقدم عليها من ضربات عسكرية من ضغوطات سياسية من إعلان سياسي من ترويج لمشروعها السياسي لا يجد معاربة وهذا ما جرأها وجرأ ميليشياتها هذا الموضوع جرأ هذا الموضوع إضافة إلى هذا أن السياسات العربية وهذا هي نقطة نقطة الإعساس ربما السياسات العربية للوجود الإيراني في أكثر من بقعب الوطن العربي في لبنان في سوريا في العراق بالذات وفي اليمن هي ليس السياسات يعني تمنع إيران من أن تمد أيديها أو تمد مخالبها أبعد من عدودها هذه السياسات بالعكس تشجع العرب الرسميين ليس كلهم ليس كلهم ينظرون إلى إيران أو التمدد أو الهيمة الإيرانية على أنه خطر يهدد منهم الحقيقة يعني ربما هذه القضية مقتصرة على كم دولة موجودة في المشرق العربي لكن مع ذلك حتى من ينظرون إلى إيران أنها تهدد ماذا فعلوا بهذا الاتجاه هرولوا لفتح سفاراتهم وتعاملاتهم مع العراق الذي هي حكومة إيرانية والكل يعرف هذا الموضوع وقدموا يغلعون دكتور سمعتي والحقيقة المهددون الأساسيون بهذا الخطر الإيراني كانوا هم أول المهرولين للانفتاح على النظام الطائف في العراق هذا شجع إيران هذا الموضوع شجع إيران إذا كانت إيران تعرف ويتعرف أنها مسيطرة على العراق وكل هذه القوى تتودد الحكومة العراقية التي كل الدنيا تعرف وأمريكا تصرح والعالم تصرح وحتى القوى السياسية التي داخل العراق تصرح أن من يشكل الحكومة هي إيران ومن يشرف على العراق هو إيران ومن يتغول في العراق والميليشيات إيرانية وبالتالي المساعدات تأتي والتعامل الطيب مع هذه الحكومة ودعمها وتقويمها ومساندات أقليميا ودوليا يأتي من هذه الدول هذا في السابق دكتور قد يكون الآن الوضع قد يختلف بعد هذا لحد الآن لم يختلف بعد هذا الهجوم نسأل دكتور عبد الحميد العاني دكتور بعد هذا الهجوم الكبير النظام السياسي اللي في العراق حظي بدعم سياسي وعسكري ومالي من النظام العربي الرسمي ومن دول الخليجية الآن التي هي في مرمى نيران وقصف الميليشيات الطائفية هناك من ينظر إلى هذا الهجوم الكبير على المنشآت النفطية في السعودية محطة فارقة نقطة فاصلة في مسار الصراع مع بين الدول الخليجية وبين إيران يعني هل تتوقع أن يكون هناك تعاطي رسمي مختلف مع النظام الرسمي في العراق إذا ثبت بالدليل أن الميليشيات سهلت أو تواطأت في قصف هذه المنشآت النفطية طبعا هي طبعا يعني قصفت سابقا أيضا مصالح سعودية وقصفت أيضا ميناء في الكويت ومخافر حدود يوم قد يكون تعاطي رسمي مختلف في المرحلة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما نأمل وهذا ما يقوله العقل والمنطق وهل ثمت مؤشرات لكن للأسف لا يوجد أي مؤشر بهذا الاتجاه إلى الآن على الأقل وأيضا هنا يجب أنه نقول أنه دكتور هناك لجنة تحقيقية الآن لجنة تحقيقية وربما أيضا تحقيق دولي لحد الآن يعني المجتمع الدولي السعودية بانتظار نتائج هذا التحقيق الدولي يعني التحقيق الدولي نعم ونتائجه هو كلها تصف في قضية واحدة وهي كيفية إجراء مساومة أو الانتهاء من المساومات بين أمريكا وإيران والساحة العربية كلها هي ساحة لهذا التنافس أو ما يسميه ربما الصراع في هذه المنطقة كل المؤشرات هذه أو هذا الذي نتكلم عنه اليوم هو بالمناسبة ليس جديدا مثل ما أشرت هناك سابقة وأشار الدكتور قبل قليل على أنها ليست المرة الأولى ولكن أيضا هذه ليس فقط لا يقتصر الأمر على التهديد الفعلي أو العسكري أو الممارسات العسكرية الخطر بدأ منذ اليوم الأول الاحتلال والقضية أيضا ليست جديدة الخطر الإيراني تقصد خطر الإيراني على المنطقة جميعا ولا سيما انطلاقا من العراق لأنه نذكر أن الخطر أو خطر المشروع الإيراني التوسعي هو في المنطقة هو بدأ مع احتلال أمريكا للعراق وبتعاونهم مع إيران في ذلك الوقت وفي الأيام الأولى قامت القوى الوطنية العراقية بنصيحة للمحيط الإقليمي للعراق بوجوب مواجهة هذا الخطر الإيراني حتى لا يصل أو لا تصل النار إلى هذه البلاد لكن للأسف لم يكن هناك تجاوبا مع هذه النصائح وهذه الإرشادات من قبل القوى الوطنية العراقية واستمر هذا التجاوب فهما دكتور لم تكن الصورة هذا الخطر تتحدثون عنه لم تكن واضحة بالكيفية التي عليها الآن هو السؤال هنا إذا كانت قوى وطنية وربما البعض منها تجربتها السياسية قصيرة أو قليلة قد أدركت مثل هذا الخطر وهناك مؤشرات ميدانية فعلية على وجودها الكلام لأنه يكون تحليلا فقط أو ادعاء وإنما هناك وقاع على الميدان في الأرض منذ الأيام الأولى هي تشير إلى مثل هذا الخطر فلماذا تتجاهل مثل هذه الدول التي يفترض أن يكون لها أجهزة أو مثل ما نقول مجسات لمعرفة هذا الخطر وكيفية مواجهته لحنوا منذ الأيام الأولى والأمر مستمر نرى أن التعامل مع العراق تحديدا مع إيران في العراق أنه ليس فقط تجاهل هذا الخطر الإيراني بل مثل ما أشار الدكتور وأشارتم قبل قليل أنه دعم المشروع الإيراني في العراق عبر عمليته السياسية ورأينا أن هذا الدعم للعملية السياسية أو للأذرع الإيرانية في العراق كان على حساب القوى الوطنية الأخرى هذه إضعاف القوى الوطنية الأخرى هو شكل ساحة فراغ في العراق على حسابها تمدد المشروع الإيراني وذكرنا ربما أكثر من مرة أن انتشار المشروع الإيراني في المنطقة جميعا ولم يكن من قوة ذاتية في المشروع نفسه يعني قوة المشروع الإيراني من ذاته وإنما كان بسبب الفراغ لا يوجد مشروع عربي من المحيط لمواجهة هذا المشروع الإيراني بل تركوا العراقيين وحدهم بل ربما كانوا مساهمين في نصرة العملية السياسية أو الأجهزة الميليشيوية في العراق لمواجهة القوى الوطنية الأخرى ولذلك شكل هذا تقوي لهذه الميليشيات الذي أوصل إلى هذه النتيجة على ذكر العملية السياسية أو النظام السياسي والميليشيات أو الأذرع الإيرانية الموجودة الدكتور رافع العرب الرسميون يتعاطون مع القضية العراقية على طريقة التعاطي مع القضية اللبنانية أنهم يدعمون الدولة العراقية يدعمون الدولة العلنية الدولة الواضحة وليست الدولة العميقة وهم يفصلون بين الميليشيات أو دولة الميليشيات والنظام أو الدولة الكلاسيكية التقليدية الدولة العراقية الحكومة الموجودة فيها العراق هذا الفصل متحقق منطقي أننا ندعم الحكومة ولكننا لا ندعم الميليشيات الحقيقة يعني شيء من الوهم الحقيقة العراق فيه دولة ميليشيات الميليشيات هي الحاكمة للعراق من أول يوم الميليشيات تملك دولة نعم هي الحاكمة وهي من تؤسس الحكومات وهي من تقيم البرلمان وهي من تهدد وهي من تقود الحروب كل هذا وتجاهد لذلك هو علنا يعني ليس مخفيا ورد أن أقول ربما وكنت تسأل الدكتور عبد الحميد قبل قليل عن لماذا هذه الدول لم تستشعر أو ربما بهذا الشكل الحقيقة من عام 1979 إيران أعلنت شيء قالت تصدير الثورة وتصدير الثورة وتصدير كل هذا الفكر وتصدير مشروع لم تتوقف يعني لم تعود مرة وتحاسب نفسها أو تصدر طابة جديدة أوقفت فترة لم تتوقف أوقفت أوقفت بالحرب العراقية الإيرانية هذه واحد نعم لكن الخطاب ما زال والإصرار على تصدير الثورة قائم وبعد انتهاء هذه الحرب عادت نفس النبرة وبعد 2003 الحديث صار علنا المشكلة دكتور تصدير الثورة لم يعد بنسخته التصدير الصوفت النعم هناك تصدير خشن عبارة ميليشيات نعم ما هو يتطور نعم إذن كل هذه الدول في الخليج عندما كنا نتحدث وإشار إليها الدكتور عبد الحميد كنا نتحدث أن النار التي اشتعلت في العراق ستنتقل لا يمكن حصرها داخل حدود العراقية ستنتقل إلى مخادعكم إلى بيوتكم إلى داخل مخادعكم وهذا ما حصل كنا نحذر طوال هذه الفترة أن هذه النيران لن تتوقفنا والتهديدات واضحة كانت تهديدات واضحة يعني أبو مهدي المهندس يهدد السعودية علنا سنمضي إلى الرياض والبحرين وغيرها ما الذي كان مطلوب منهم دكتور لإيقاف هذا الخطر لتحسس هذا الخطر لصد هذا الخطر ما المطلوب منهم وهذا الخطر الذي في العراق تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية كبيرة الحقيقة نعم نعم لكن في نفس الوقت هذه القوى الكبيرة لم تجد ممانعة من كل الدول هذه التي نسميها صغيرة أو الدول العربية لأنه في الأول والأخير هذه الدول هي من ستتحمل هذه المشكلة هي ما سترفع صد五الي الآن ستدفع الثمن هذه الحقيقة هي لم تدافع عن شيء لم تحاول أن تمانع هذا الموضوع لم تحاول أن توازن لم تحاول أن تدعم حتى ولو بالسر القوى الوطنية كانت تراهن على الحماية الأمريكية هذه المراهنة والمراهنة على هذه الحماية الأمريكية الآن ظهرت من يتغطى بأمريكا هو عريان بالضبط هذه القضية الآن مساومات وابتزاز الآن لديهم مأزقين دول الخليج عموما والسعودية بالذات مع الأسف لديهم مأزقين مأزق إذا ما ذهبوا إلى الحرب إذا ما دعوا هناك أطراف تدعو إلى الحرب مع إيران وضرب إيران ومعاقبته لكنهم يعرفون في نفس الوقت متخوفين أنهم سيكونون في الخط الأمامي سيدفعون إلى الخط الأمامي سيواجهون هذه الحرب بأنفسهم وربما أمريكا ستنسحب ستتركهم لهذه الحرب سيدفعون ثمنها وإذا ما سكتوا عنها المأزق الآخر إذا ما سكتوا عن هذه الضربات سيدفعون ثمنا سياسياً وعسكرياً كبيراً واقتصادياً كبيراً بالحال أنهم في مأزق وهذا المأزق تعود جذوره إلى احتلال العراق واستمرار هذه 16 سنة هم في دعم العملية السياسية دعم هذه القوى الميليشياوية اللي الآن في آخر بيان لحزب الدعوة الحاكم في العراق الذي يحكم العراق ولا أحد ينقر هذا هل يستطيع في السعودية أو في الخليج أن ينكروا أن حزب الدعوة هو الحاكم في العراق وهو حزب إيراني آخر بيان له عن هذه الحادثة ماذا يقول فيها يهدد كل دول الخليج ويهدد السعودية بشكل واضح يقول أنه استكينوا إلى السلم وقبلوا وقعدوا للمفاوضات وابلعوها وابعدوا هذه النار عن المنطقة لأنه عليكم أن تتذكروا أنه داخل دولكم كلها مكونات مذهبية ومكونات قومية هكذا يتحدثون يريدون أن يهددوا السعودية والخليج أنه هناك مذاهب متعددة هذه إذا ما انفجرت في دولكم ستسبب لكم فوضى كبيرة يريدون أن يقولوا أن ما حدث في العراق يمكن أن يتكرر عندكم ونحن على أتم الاستعداد لنقل هذا الموضوع ونقل إلى سوريا ونقل إلى اليمن هذه الحقيقة والآن على الحدود فالآن المأزق كبير أمريكا لا يمكن الاعتماد عليها لا يمكن أمريكا الآن تتصرف وترامب يتصرف كأنه مقاول ومن البداية قال أنا مقاول وهو داخل الآن في قضية قضية الانتخابات القريبة وهو في عودة الانتخابية لا يريد حربا قالها علنا ويريد أن يكسب ويريد أن يقضي على البطالة ويريد أن يأتي بالأموال الكبيرة إلى أمريكا وهكذا بنظر التاجر وبعقلية التاجر يتصرف فبالتالي هم الآن في مأزق كبير هل يذهبون إلى الحرب وهذه إيران تتوعدهم بالحرب وتهدد بالحرب ليلة نهار نغلق مضي قرمز نمنع النفوط سنتحدث الدكتور عن السيناريوهات المحتملة إذا ما واصلت إيران وميليشياتها التصعيد وربما مزيد من الهجمات ربما في هذا الموضوع أنا أريد فقط أن أقول أنه على كل هذه الدول أن تعيد التفكير مرة أخرى تعيد التفكير بالأدوات التي يمكن أن تدعمها بالنظرة مرة أخرى للعراق بالذات هذه البؤرة الأساسية في كل هذا الذي يحدث في المنطقة وهي العراق إذا ما استقر العراق إذا ما خسرت إيران العراق ستخسر إيران كل المنطقة لن تستطيع أن تفعل شيء الحرب على أرض العراق تجربة في العراق تجربة في الثمانينات عندما كان العراق دولة معافة صد هذا الشر القادم من إيران أوقفها ولما نهار العراق أنظر إلى الجحيم كيف فتح الأدوات على دول الخليج وعلى المملكة العربية السعودية تعيد التفكير مرة أخرى بالقوى الوطنية العراقية بشكل حقيقي وطبيعي ومنطقي وتعرف كيف تسند القوى العراقية الحقيقية التي تحافظ على العراق وإن حافظت على العراق سيكون هناك سلم وأمان للسعودية وأمن وأمان للسعودية ولكل دول الخليج والتي تستشعر الخطر الإيراني كما تستشعر هذه الدول أما أن تبقى في المعادلة أمريكا من تحمل منطقة ونهدد وعلى قضية طويلة ستخسرهم كثيرا أستاذ منكم ومن مشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش هنا مع ضيوفنا رافع الفلاحي وعبد الحميد العاني عن خطر المليشيات الطائفية في ضوء الهجوم الكبير الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية طبعا ننتظر بعد الفاصل أن ينضم إلينا ويلتحق بنا الصحفي والباحث السياسي الأستاذ ياسين التميمي فننتظر وبعد الفاصل سنعود إبقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في خطر المليشيات ذات التبعية الإيرانية على مصالح وأمن العرب في ضوء الهجوم الكبير الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ننتظر أن يلتحق بنا الأستاذ ياسين التميمي الصحفي والكاتب والباحث السياسي اليمني دكتور عبد الحميد العاني يعني هل فعلا العرب يدفعون ثمنا كبيرا لغزو وتدمير العراق الذي جرى عام 2003 وأن إيران ما كان لتكون بهذه القوة بهذه الجرأة بهذا النفوذ والتوسحية ومليشيات الطائفية في المنطقة لو كان العراق كما كان دولة قائمة معافات فقط هذا السبب أن العراق دمر وحطم أم أن القضية أيضا رهى لها أبعاد أخرى تتعلق بالعرب أنفسهم نحن قبل قليل عفوا أشرنا إلى أن هناك فراغ فراغ مشروع عربي لا يوجد مشروع عربي لمواجهة المشروع الإيراني كان قبل الاحتلال كان هناك كما أشرنا أنه دولة لها مصالحها وهي التي تصدت لهذا المشروع الإيراني من التمدد ومن تطبيق ما أشار له الدكتور قبل قليل وهو تصدير الثورة وإن كان وسار هذا المشروع عبر خطوط أخرى وخطوات لاحقة لكن باحتلال العراق حينما تعاونه وتخادم المشروع الأمريكي والإيراني وهذا معلن أيضا ليس تحليلا ولا سرا وتمكن الاحتلال الأمريكي من العراق في كسر الدولة وهدم جيشه وإلى آخره بقي هناك قوة قوة الشعب العراقي لمواجهة هذا المشروع وهو المشروع الإيراني والأمريكي في نفس الوقت لكن بتجاهلي كان المفروض المحيط العربي والأقليمي وكانت المواجهة الشعبية لهذا المشروع مواجهة يتيمة ووحيدة حتى من العرب الآن الذي يتهددهم هذا الخطر سواء الإيراني أو الأمريكي وعلى ضعفها ضعف هذه المقاومة اليتيمة والقوى الوطنية وقلة ذات اليد واعتمادها على إمكانيات محدودة جدا إمكانيات الذاتية المحدودة فقط يعني أسكريا وسياسيا وغير ذلك من أمور على ذلك فهي استطاعت في السنين الأولى من منع المشروع أو من منع المشروع الإيراني على الأقل من التمدد وبل هددت المشروع الأمريكي نفسه هذه القوى للأسف نحن ليس فقط المشروع العربي ليس فقط لم ينتبه لهذه القوى وإنما رأيناه أنه بالعكس قام بمساندة المشروع الأمريكي اللي هو المشروع الإيراني أيضا كذلك في العراق عبر عمليته السياسية والحكومات التي هي كانت مؤيدة ومعلنة ذا للتأييد معلنة للمشروع الإيراني وللوجود الإيراني في العراق وفي المنطقة ثم جاء بعد ذلك التوسع عبر الثورات التي حدثت ودخول سوريا على ساحة الصراع في المنطقة ثم دخول اليمن ونحن دائما نتحدث هنا أن المشروع الإيراني هنا هو تمدد في المنطقة جميعا ولذا يجب أنه يواجه هذا المشروع في كل هذه المناطق لابد أشار الدكتور قبل قليل إلى قضية إعادة النظر لابد على هذه الدول بعد أن انكشفت كل هذه الأمور انكشف أن أمريكا وعودها فقط كلام وتبيع شبكا في هواء كما يقول أهواء في شبك عفوا تبين هذا إذن لجب أنه يعاد النظر في هذه السياسة سياسة المنطقة أو دول المنطقة مع إيران أو كيف تواجه إيران سواء كان في العراق أو في سوريا أو في اليمن وتحديدا ونحن نتحدث اليوم عن العراق وهو أيضا لا ينفصل عن المنطقة الأخرى نتحدث أنه يجب أنه إعادة أو على الأقل ما اتبع في السنوات السابقة من ما يسمى عند هذه الدول دول الخليج تحديدا سياسة احتواء بعض أطراف الميليشيات الإيرانية في العراق على حساب يعني هناك سياسة اعتمدوا عليها ظنين أنه باحتواء هذا الطرف قد يشكل حاجزا أو صدا لأطراف أخرى بينما حقيقة الأمر أن هذه الأطراف وإن تشاكست أحيانا واختلفت في بعض الجزئيات إلا أنها متفقة على حماية المشروع الإيراني ضد المشاريع الأخرى في المنطقة كلها هذه الميليشيات أسودها وأبيضها كما يقال ولين الخطاب منها أو شديد الخطاب باتجاه دول الخليج أو غيرها هي كلها في جعبة واحدة ويجب أنه الدول تنظر إليها على أنها جزء من هذا المشروع وعدم إمكانية احتواء هذا الجزء أو ذلك لأنهم كلهم أدوات لإيران في مواجهة الدول العربية جميعا نعم دكتور رافع كيف يمكن تخيل أو توقع الأمور إذا مختارت إيران وميليشياتها المضيب بخيار التصعيد العسكري ومهاجمة مواقع أخرى مصالع أخرى في السعودية وغير السعودية خاصة أن هناك تهديدات حتى من الحوثي باستهداف في الإمارات باستهداف في مناطق أخرى بعد هذا الهجوم الكبير الحقيقة وكان تطور نوعي أنه تستخدم في هذا الهجوم صواريخ كروز طائرات مسيرة من أكثر من نقطة منطلقة الصحافة أو الـ CNN صحيفة أمريكية وسينا تقول أن هذا الهجوم قد يكون انطلق من العراق أو من إيران كيف يمكن توقع الأمور في المستقبل مع هذا التصعيد الإيراني؟ نعم سيد ماجد خلال طوال هذه الفترة الصحيفة وولد ستريت جورنر نعم طوال هذه الفترة إيران كانت تلعب مع أمريكا لعبة عضل أصابع من يعني يصرخ أولا وخلال هذه اللعبة كانت تراقب المنطقة ترى أن أمريكا تتصرف بعقلية التاجر وسياساتها كلها لن تؤذي إيران للحد الذي ستجيش جيوشه وتأتي لضرب إيران وهي تعرف كمية وأعداد القوى الأمريكية الموجودة القوى العسكرية الأمريكية الموجودة في القواعد معروفة هذه هذه ليست صعبة يعني ومهما حاولت أمريكا تخفيها معروفة فتعرف أن هذه القوى غير يعني ليست هي القوى المهيئة للقيام بحرب ضد إيران هذا أولا القوى الأمريكية؟ نعم هي تعرف بل هناك تهديدات أن هذه القوى أسرى لدى الميليشيات كما وتهددها بالضبط نعود مرة أخرى ونقول يعني لماذا إيران قامت في ضرب أرامكو بهذه الطريقة؟ ولماذا الآن بهذا التوقيت؟ لماذا؟ إيران تعاني من حصار معين والحصار فيما يخص نفط في تصدير النفط هي كانت تصدر إذا كانت تصدر عشرة ملايين برميل الآن تصدر ربما مليون ينبرميل هذا وهناك حصار أيضا دكتور على النظام المصرف المالي الموجود في إيران حقيقة في هذا الوقت كان هناك حديث ونتذكر جميعنا كان هناك حديث وترامب أكد هذا الحديث الرئيس الأمريكي ترامب أكد هذا الحديث أن هناك محاولة للقاء ترامب مع روحاني في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ يعني بقلال هذه الفترة نعم وكان الحديث قويا وترامب يصرح وفي تويتر ويكتب يعني تغريدات تقول طال اجتماعات بدأت اليوم واحد وعشرين نعم على استعداد للقاء روحاني والتفاهم إذن كانت هناك وكان هناك حديث عن مفاوضات قريبة بين أمريكا وإيران هذه واحد الحرس الثوري هو الطرف المتشدد في إيران وهو الحاكم مثلما عندنا الميليشيات حاكمة وهو جزء من عده نسخة من هالميليشيات نسخة من الحرس الثوري الإيراني والحاكم لم لا يقبل أن تقدم إيران تنازلات في قضية المشروع النووي لا يمكن لقاء روحاني مع ترامب يقرأ هكذا أن هناك ضغوطات ستوجهها أمريكا على روحاني وبالتالي روحاني قد يقدم تنازلات في قضية المشروع النووي ربما سيوافق على اتفاقية جديدة هذه لا يريدها الحرس الثوري فجاءه بالتوقيت في ضربة أرامبكو لكي يضغط على أمريكا لكي تقدم هي تنازلات ولا تضغط على إيران لتقدم تنازلات في هذا الموضوع وروحاني يذهب وهو قوي قادرين أن يصلون إلى أبعد المناطق يضربون أبعد المناطق يضربون هذه الضربات بهذه الطريقة التي اعتبرت فنية بشكل يعني الإيرانيون دكتور يضربهم أرامبكو يأخذون من جيب غيرهم نعم هذه الحقيقة والأمريكيون أيضا يأخذون من جيب غيرهم نعم إضافة إلى هذا وضع الاقتصادي هذا اللي تحدثنا عنه اللي تمر بإيران عندما تضرب أرامبكو هم يعرفون عندما تخرج جزءا كبيرا من النفط السعودي من التصدير عندما توقفه سيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار النفط وفعلا ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة من 10 إلى 12% 20% وصلت ربما 20% هذا كل عائدات على كمية النفط القليلة لتصدرها إيران سترتفع العائدات دكتور فقط يعني بس أعتذر منك لأنه التحق بين الأستاذ ياسين التميمي يتأخر علينا كثيرا بمع ذلك حتى نستثمر الوقت هي أطول فترة مساء الخير أستاذ ياسين يمتأ نور حياكم الله تحية لك ولو ضيوفك الكرام ولمشاهدين صناعة الراهبين أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسين كل الأطراف الإقليمية والدولية استبعدت أن يكون أو تكون ميليشيا الحوثي وراء هذا الهجوم الكبير على شركة أرامكو التي استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ كروز وطبعا هناك تقارير غربية وأمريكا تتحدث أن هذا الهجوم انطلق من العراق أو من إيران الحوثي دأب على مهاجمة مصالح حيوية سعودية مطارات وغير المطارات لماذا استبعاد أن يكون الحوثي وراء هذا الهجوم الكبير مستبعد وزير خارجي الفرنسي قال لا يمكن تصديق أن يكون الحوثي هو من هاجم أرامكو طبعا هناك أسباب كثيرة أولا دقة التصويب وطبيعة الهدف نفسه وارتباطه بالأجندة الإقليمية إيران اليوم انتقلت أو تتصرف كالقطة المحاصرة في زاوية أو المحشورة في زاوية ضيقة لهذا عندما تشدد عليها العقوبات وتمنع من تصدير النظر فهي تلجأ إلى هذا النوع من الهجوم ولهذا الترجيحات الاستخباراتية وهي طبعا هناك تستند إلى مؤشرات استخباراتية أن إيران هي وراء هذا الهجوم لأن هناك صواريخ مجنحة وهناك صائرات مسيرة ذات كفاءة عالية وبالتالي هذا يرجح أن إيران هي وراء هذا الهجوم تكاد تكون الساحة اليمنية على خلفية هذا الهجوم ساحة محايدة هي فعلا الحرب في اليمن بريعة لكن الحوثيين لم يكن الطرف الذي وجه هذه الضربة المؤثرة والتي كلفت السعودية ربما أعلى مستوى من التضحيات خلال الحرب التي تخوضها في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونفر القسائر التي تعرضت لها الملكة العربية السعودية في طلب اقتصادها وفي قلب اقتصادها النابض المتمثل بشركة أرامكو والمنشآت الحيوية تابعة لها يشير إلى أن إيران هي من لها المصلحة الأولى والأخيرة في إحداث هذا الضرر في القطاع النفطي السعودي لأنها تريد أن تقل للعالم إذا توقف تصدير النفط الإيراني فلن يصدر أحد في هذه المنطقة نفطه وهناك مؤشرات سبقة هذا الهجوم وهي تعرض الناقلات للاحتجاز الهجمات على الناقلات الهجمات الحربية على الناقلات بالإضافة إلى التقارير استخداراتية السابقة قالت أن طائرات من سيران طلقت من العراق واستاذفت مضخاتي نفط على خط نقل النفط شر غرب غرب مدينة الرياض إذن هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن هذا الهجوم تقف خلفه إيران المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال تريد أن توقف هذا النوع للهجمات ولهذا ربط هذه الهجمات في إيران هو تصرف استراتيجي من حيث المبدأ لأن التوقف عند حدود الصعاطي مع الميليشيا الحوثية هذا سيبقي الاقتصاد السعودي والمصالح الاقتصاد السعودية نهبا للابتزاز الإيراني دون عقوبات ودون كلف قد تدفعه إيران لهذا الضغط العسكري اليوم الذي يمارس وهذه التهديدات في اتجاه تصعيد العسكري ضد إيران هي نوع من رفع الفلفة على الجانب الإيراني حتى لا يكرر هذا القطأ الفارح الذي ارتكبه بحق المملكة العربية السعودية ولهذا سيظل المسؤولون السعوديين حتى لا تتكرر هذه الهجمات أما إذا بقيت محطورة في إطار المزاع العسكري بين المملكة العربية السعودية وميليشية منطلتة في جنوب المملكة العربية السعودية أي في اليمن فهذا يعني أن السعودية ستبقى مشرعة وعمقها الاستراتيجي مشرع لهجمات لاحقة يمكن أن تشكل أحد الضغوط الهائلة التي قد تتعرض للمملكة العربية السعودية على خلقية حربها في اليمن المسكرية على السعودية قد تتكرر من إيران أو من ميليشياتها وأن هذا الهجوم أيضا ذكرت أنه هو فيه مصلحة إيرانية أولا وأخيرا الأمريكيون دارة ترامب لحد الآن لا تريد حربا مع إيران هي تكتفي فقط بمزيد من العقوبات الاقتصادية تصدير نفط حضر تصدير إلى إيران عقوبات على النظام المالي المصرفي الإيراني هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية لردع إيران عن شن مزيد من الهجمات سواء على السعودية أو على غيرها طبعا هو المتوقع أن المنطقة العربية السعودية تهرد عسكريا على الهجمات لأن القوة العسكرية السعودية وهذا التسليح من جانب المنطقة العربية السعودية إذا لم يثفت كفاءته بإزاء هجوم من هذا النوع فأعتقد أن لا معنى له لكن من ناحية الاستراتيجية أعتقد أن العقوبات التي تفروبها الولايات المساعدة الأمريكية على إيران هي أشد إيلام بالنسبة لطهران لأنها لا هذا يفقد طهران القدرة على التصرر لأن الذي يقوم بإيقاع هذه العقوبات هي أقوى دولة في العالم وتؤثر على إيران بشكل كبير جدا الحرب بالنسبة لإيران مخرج كبير ومفيد بالنسبة لها ربما يخلط الأوراق وربما يصل جميع الأطراف إلى حلول بشأن إنهاء الحفر المسلور على إيران لكن إذا استمرت هذه الحزم من العقوبات المؤلمة ضد إيران فهذا هو ما يؤلم إيران ولهذا أعتقد أن هناك ترتيب أو تنسيق سعودي يقوم على فكرة التهديد والصفعيد والتحفيد العسكري وهذا يشكل ضغط هائل جدا قد يمنع إيران من توجيه ضربات أخرى ثانيا تجديد العقوبات وهذا هو سلاح ترامب المتاح في هذه الفترة الحرجة من حكمه في الولايات المتحدة الأمريكية فهو يعيش السنة الأخيرة نعم ولا يريد أن يضيف كله على ترامب أستاذ ياسين ترامب تحدث عن أنه خيار الحرب سيكون الخيار الأخير هل تتوقع أنه ترامب والأمريكيون سيذهبون إلى هذا الخيار إذا ما وصلت إيران هجماتها العسكرية في الخليج العربي على دول خليجية على مصالح حيوية مهمة مثل شركة أرامب وغيرها طبعا بالتأكيد يعني الآن إذا تكررت هذه الهجمات على المملكة العدوية السعودية أو على أي دولة خليجية فهذا يحرج الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي الضامن وهي التي توسر حماية لهذه الدول في إطارة العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بهذه الدول منذ عقود من الزمن لم يثق أحد في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية إذا وقفت متفرجة أو تخلت عن حلفاء في المنطقة لهذا قد تصرر إليسا المتحدة الأمريكية إلى الرادة العدوية أشكرك في الفترة القادمة شكرا للصحفي والباحث السياسي الأستاذ ياسين التميمي طبعا الصحفي اليمين ياسين التميمي شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد العاني هل ثمت مراهنة أو اطمئنان إلى المراهنة أو التعويل على حماية أمريكية للدول الخليجية بوجه التهديدات الإيرانية في ضوء تعهدات شبه يومية من الأمريكيين بحماية مصالح وأمن حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة يعني هكذا تقول سياسة الدول الخليج للأسف أنها تراهن على هذا القيار وحده حتى اللحظة إلى هذه اللحظة كل المؤشرات تقول على أنه هذا هو الخيار الوحيد لديهم ولا يوجد لديهم خيار آخر بينما الواقع أثبت على أن هذا خيار ليس خيارا صحيحا بل ربما هو خيار فاسد لأنه الإيران عفوا أمريكيا هي ترعى مصالحها أولا وهي ربما من مصالحها هي صناعة مثل هذه الأزمة في المنطقة مزيد من الابتزاز مزيد ابتزاز استمرار وجودها في المنطقة المفروضة والمنطق يقول أنه يجب أنه يصار إلى شيء آخر يعني حتى ما أشار له الأستاذ ياسين قبل قليل من قضية الحصار على إيران نعم هذا الحصار الاقتصادي مؤلم لإيران لكنه لن يمنع هذه الضربات ولا الإرهاب الإيراني لأن إيران تمارس هذا الإرهاب من خلال أذرعها جنوب الخليج والشمال الخليج في العراق ولا سيما الميليشيات المتغولة في العراق بأسباب كثيرة إذن هنا يجب أن يكون هناك قطع لهذه الأذرع يجب أن يكون سياسة قطع أهل الأذرع الإيرانية في العراق وفي غيرها حتى يأمن المنطقة دكتور رافع أشكرك يعني ما دامت هذه الإجراءات غير ناجعة لحد الآن والمجتمع الدولي مجمع بالكل ما عدا طبعا روسيا والصين على أن ما تقوم به إيران يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وتقويض الاستقرار وأمن المنطقة كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي لماذا لا تحال هذه الممارسات أو هذه الأعمال العسكرية الإيرانية إلى مجلس الأمن للتعاطي معها وفق بنود الفصل السابع كما جرى في حوارث مماثلة مثلا ربما قل في غزو الكويت إلى الغزو العراقي للكويت الأزمة الليبية وغيرها لماذا هناك سكوت على ممارسات تهدد الطاقة الأمن السلم الاستقرار في المنطقة والعالم هذا واحد من الأسئلة الكبيرة اللي يبين أن أمريكا غير جادة في مواجهة إيران لو أمريكا كانت جادة في مواجهة إيران لذهبت إلى مجلس الأمن وهي قادرة أن تجبر مجلس الأمن مثل ما أجبرته وما زالت تجبره في كل وقت على إصدار 14 قرار ضد العراق عام 90 في شهر نعم قادرة من خلال مجلس الأمن أن تصنع تحالفا دوليا يضغط على إيران إيران تحت إيران لكي تحجمها لكي تضحى في حدودها لكي تخاف من القادم لابد من تحالف دولي قوي عسكري واقتصادي وسياسي يقول لها كفا هذا غير موجود أمريكا لا تريد هذا وإيران تعرف هذه اللعبة تعرفها لذلك الضربات الإيرانية ربما تتكرر على السعودية وهنا المعزق هل ستذهب السعودية إلى حرب مع إيران هل هذه الدول إيران تعرف أن هذه الدول تحت المظلة الأمريكية وأمريكا تنظر إلى هذه الدول كخزان للنفط وتقول بالذات أكاديمي إماراتي دكتور أكاديمي إماراتي أيضا قد يقدم على أنه مستشار لولي العهد في الإمارات قال الإمارات أذكى من أن تجر إلى حرب مع إيران هي ليست معركتنا نعم هكذا وترامب يقول أن هذه المنطقة الآن لا نحتاج نفطها نحن لدينا الآن النفط الصخري أكبر أربع ملايين الآن برميل يوميا نقدر نستخرج من عده وإحنا أكبر مصدر للنفط الآن صرنا أكبر مصدر للنفط فإذن نحن لا نحتاج ومن لديه مصالح نفطية في هذه المنطقة ليحميها أولا هكذا يتحدث إذن هو ينظر إلى منطقة القليج على أنه خزان للنفط وهو لا يحتاج هذا الخزان فأنتم تريدون الحماية ادفعوا يدفعون لا أحد يحميهم إذن ما الحل الحل بالمواجهة العسكرية أم الحل بإعادة النظر بشكل كامل بهذه السياسة لا تضعوا بيضكم في السلة الأمريكية ولا تضعوا بيضكم في السلة العراقية بهذه العكومات البائسة الإيرانية هذه النار على حدودكم كيف تتصرفون كيف تنظرون النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي العراق قبة الميزان مثل ما يسمى هو العراق إذا ما عاد التوازن في التفكير الخليجي والسعودي بالنظر إلى العراق بشكل مطلوب عراقا عربيا وليس عراقا إيرانيا الآن عراق إيراني التعاطي مع العراق الإيراني لا يعني إلا تغول هذا المارد الكبير الذي يخوفكم الآن إعادة النظر مرة أخرى هذه يعني هذه ليست رؤية عاطفية هذه رؤية عقلية رؤية واضحة ستة عسنة الآن نتائجها تحصدها دول الخليج الآن مكشوفة ولديها مأزق كبير المأزق كبير جدا في السكوت أو في الرد مأزق كبير جدا جدا لذلك عليها إعادة النظر مرة أخرى في سياساتها في رؤيتها من الصفر إعادتها خسرت العراق لكن هل نعيد العراق وكيف نعيد العراق وهل العراق هذا الإيراني يستحق أن نمد له اليد وإذا ما مددنا له اليد هل سيتوقف هذا العدوان علينا أم سيتغول علينا هو سيتغول وواضح سيتغول وذهبين إلى مصائب كبيرة والمنطقة على حافة هاوية كبيرة كفع فريد كما يقال أشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكرا أيضا لدكتور عبد الحميد العاني أن أتقررت باسم هيئة علماء المسلمين وأشكر أيضا الصحفي والباحث السياسي اليمنية الأستاذ ياسين التميمي كان معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في خطر الميليشيات الطائفية ذات التبعية الإيرانية في المنطقة في ضوء الهجوم الكبير الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة